السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكريا إن شاء الله بهذا الفيديو راح نسلط الضوء على أخبار حديثة وجديدة تخص مسلسل معاوية ثلاث أخبار إن شاء الله بهذا الفيديو راح نسلط الضوء عليهم أولا إلغاء مسلسل معاوية دوليا وعالميا على جميع قنوات MBC ثانيا ثانيا موقع إسرائيلي يهنئ السعودية بمسلسل معاوية وثالثا أمير القريشي يقول إن مسلسل معاوية تم إنشاءه بسببي وبسبب قناتي إن شاء الله راح نبدأ بهذا الفيديو وبالخبر الأول فخليكم في الفيديو إن شاء الله نشر موقع الجديد العربي نشر هذا الخبر وقبل ثلاث ساعات قبل ثلاث ساعات عن الخبر الجديد نشر ما هو آتي تشير المطيات إلى أن فضائية MBC السعودية ستوقف مسلسل يتناول حياة الصحابي كما تقول معاوية بن أبي سفيان يبدو واضحا إن مجموعة MBC تراعي وجودها في العراق وقد عانى العمل طوال الفترة السابقة من تدخلات كثيرة طرعت على فريقه وهناك أسباب كثيرة وراء القرار بتعليق العمل على المسلسل أو تأجيله هذا هو كلام جديد وحديث بخصوص إيقاف مسلسل معاوية ليس فقط في العراق إنما على جميع قنوات وعلى جروب MBC بصورة عامة هذا الخبر الأول أما الخبر الثاني كان هو إسرائيل المسؤولة عن دمار الشعوب تهنئ السعودية بموضوع مسلسل معاوية وهذا بالتأكيد يبين الفتنة الكبرى بهذا المسلسل بغض النظر أنه أنا أحب أنه أنظر إلى هذا المسلسل وأتمنى أنه ينعرض حتى يتبين حقيقة معاوية أو يتبين كذب الكتاب وكذب MBC وكذب السعودية فعرض المسلسل حقيقة به فائدة جدا كثيرة عكس ما يراه الأخوة والأخوات في الشارع العربي والشارع العراقي أرى في مسلسل معاوية ثمرة إن شاء الله إذا عرض لأن سيبين لكم ما هو معدن معاوية الحقيقي ويبين لكم الإجرام الحقيقي في المسلسل وإذا حاول الكتاب التحريف فهذا بالتأكيد أيضا من صالحنا لأن بكل اختصار وبكل بساطة يبين مدى تآمر السعودية وتآمر الكتاب على تلميع صورة معاوية لكن اللي أريد أقوله إن إسرائيل تهنئ إسرائيل تهنئ السعودية على هذا الخبر الخبر مثل ما جاء يشوفونه احتفى الإعلام الإسرائيلي بمسلسل معاوية بين أبي سفيان الذي أنتجته السعودية ليتم عرضه خلال موسم رمضان 2023 حيث بثت إحدى القنوات العبرية تقرير أعدته قناة بي بي سي على المسلسل وظهر معلق إسرائيلي وهو يبارك للسعودية إنتاج هذا المسلسل وقدم التهنئة هذا الخبر موجود في موقع لكل شيء بداية هذا هو الخبر الثاني أما الخبر الثالث فنذب الموبايل نشبر الموبايل ونتوجه إلى أمير القريشي الذي يقول مسلسل معاوية تم إنتاجه بسببي كالعادة يطل علينا أمير القريشي بشيء غريب جدا حيث يقول مسلسل معاوية أم بي سي والسعودية رصدت قناتي وبعدها حاولت أو بعدها بثت بثت هذا المسلسل وحاولت إنتاج هذا المسلسل طبعا أمير يعيش في الأحلام والله يعيش في الأحلام شخص لا يتكلم بوعيه شخص لا يتكلم بوعيه وكأنما فقط هو صاحب التأثير الذي تتكلم عليه الدول والرئاسات أمير القريشي له تأثير في اليوتيوب نعم لا أنكر هذا الشيء لكن على مستوى أنه قناة فضائية تنتج مسلسل مسلسل حتى ترد على قناة المنتقم وعلى أمير القريشي هذا جنون ولا يقبل العقل ولكن خلينا أشرح بختام الفيديو أشرح شنو تأثير الإعلام العالمي أمير أنت ما عندك تأثير عالمي حاول تفهم هذه المعلومة يعني والله معيب أنك أنت شخص عندك قناة على اليوتيوب وعندك متابعين هذا معيب لكن أنك تريد تصدر نفسك على أنك شخصية عالمية لا هنا نستقر هنا نستقر وهذا ليس تحقير تحقير مني إلك لكن لازم تفهم الحقيقة أنه أنت ما أخذ نظرة على نفسك على أنك أنت الشخص الأوحد في هذه الساحة لا بل أنه قناة تنتج مسلسل بمئة مليون دولار لترد على قناة في اليوتيوب بها خمسمائة ألف مشترك تم لاحظين لكن خلينا أشرح لأمير القريشي شنو يعني شنو يعني تأثير عالمي بكل أختصار وبكل بساطة شخصية مثل السيد مقتد الصدر هذه الشخصية بتغريدة واحدة فقط تحدثت عنها المواقع تحدثت بها المنتديات تحدثت بها قنوات فضائية قنوات رسمية قنوات اليوتيوب منتديات وسائل تواصل اجتماعي هذا هو معنى التأثير هذا هو معنى التأثير العالمي البي بي سي والقنوات الكبيرة جدا تكلمت وتناولت هذا الموضوع وتغريدة السيد مقتد الصدر هذا هو معنى التأثير العالمي وهذا هو دليل بسيط على ذلك أما أنت يا أمير القريشي يؤسفني أنه أقول لك لا يوجد عندك تأثير عالمي حاول تفهم هذه المعلومة وفي أمان الله